اهلا بكم لا تنسوا الاشتراك في الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله انا انا احاول ان اعطيكم من سمانة 15 يوم يعني الدروس من سمانة 15 يوم اصلا قليل في الكلاس يعني مش رح تمشيوا في البرنامج لهذا الدرجة او اللي فاتتو الاستاذة نحط الفيديو بدي راجع معي مش مشكلة انه نحتاجوهم في الفروض هاد الدروس فاهمين يا اوكي على بركة الله تبدو مع الدرس هذا اللي هو اه حبيت ان اراش لكم بركة ستراس ليكون سيلابول كيفية تحسبوهم لانه الفيديو اللي فات قلتولي من عفوش نحسبوه سيلابول سيلابول هالولاد قلت لكم هو حرف مكون لصوت واش معنى حرف مكوني صوت ما يكونش ساكن حرف هادا كيكون فيه صوت الصوت هدا من ان يجينا الولاد يجينا من ليفويل الدفتونغز والتريفتونغز اوكي يعني صوت كما صوت ليفويل الدفتونغ ومعها كونسوننت يعني فا لو وين وش عنا فا لو وين عندنا او 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 اي هادو اصوات مع كونسوننت درو اصوات اوكي احيانا انتلقوا كيما هذي سيلابول هنا شوفوا البول هادي تعتبر سيلاب معاود كل الكنسوننت معها فاول صوت فاول ولا صوت او صوت جيفتونغز يديروا صوت يديروا صوت سيلاب السلاب هي صوت لازم نكون مسموع معبر اي او او اي اي هكا معها كونسوننت احيانا نلقاوا كونسوننت وبلا فاول وفيها صوت يعني ماهيش ساكنة شوفوا هنا سيلة بل تقول فيها الأو هنا بصحل هذي ما تعتبر سلاب ايضا نولاد الأوف اللخر مع الحرف الكونسوننت ماهيش سلاب تعتبروا كأنها ساكنة ترمبت ترمبت اوكي شوفوا هنا وانتو ت ت مايسلاب ارفن ارفن شوفوا معايا او لأنها او هادي واش هادي واش فاول في اول كلمة يعتبر سلاب ارفن كمبيور كمبيور كمبيوتر 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 هذا الحرف ساكنة في الأخير رابط 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 R-O-P-T اذا ان شاء الله هتكونوا فهمتوني فأ singing قسمتكم هتفهموا السلاب كف ايلم تحسبوا فوتبولر فوتبولر الليله ليست شيكي يعود الأهنيا أيhave واخدكم صلو ançaTeam مستحكي يعد الاهنيا اللي لا يعتبر سلاب فهمتوني فوتبولر الآب ليلا تعتبر السلاب لأنها ساكنة كونجتس فيها اوتاني كيف لا تعتبر السلاب لأنها تجي ساكنة تفاهمنا إذن هذا هو ماوس قلنا في النعوز نحطه في النعوز اللي فيهم نحطه في اللول يعني في سلاب اللولة الشدة وفي الوربز اللي عندهم نحطه في السلاب الثانية يعني نحسب كون جد هدي يعني هي اللي فوقها الشدة الضرس الموالي عندنا حل ساعة ثمارين تاسك وان بيش ناينتين إن أردت كمبيوتر يوهاف تو سويتش ان سنترل يونيت هدا حل الولد ثمارين هداك كيف هنقولو تعربت يعني حتلكم تركها الفوتو هنا كيف هتربطو راهو ثمارين اوكي اه ان اردت تو سويتش ان ذا كمبيوتر اني هنا نسيتك المهناية يوهاف تو سويتش ان ذا سنترل يونيت ان دومونيتر اوكي 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 تكمل عنا جدول اوكي في كلمات مننا ومننا وحنا ما ربطو اوكي دو كن حطلكم ورقة دو كن نعطلكم كيف هتربطو تتوز سايت يو نييد تقو تدريس يو نييد تقليق بعضهم جملة لولة تانية جملة لولة تانية جملة لولة تانية وجملة لولة والتانية الربطو كن نحطلكم هنا في الورقة نحن اوكي الان نركزو على ضرس ان اردت تو سواء سولي هو البربس البربس هو الهدف من فعل الشي اعني لا هدرتش الحاجة يعني الجملة التانية هذي رح تكون بربس يعني هدفي من فعل الشي اي براكتش سبورت ان اردت تو لوز ويت ظل كي اخصر الوزن اوكي اي ويل دو مي بس ان اردت تو تتش انجليش اي قلد هاتو لعن اتعطوه لي في الزوم لولي هاتو الزوم اوكي اي ويل دو مي بس ان اردت لانجليش ساقوم بأبس ما لدي لأدرس الانجليزية اي ستادي تو هاب اغود مارك وي ويل سيف ماني ان اردت باي اي نو هاوز اي اي لسن كيرفولي سو اس تو اي اندرسان وات يو سي اذا عنا اه هنا راح نخبط راهم لكي ان اردتو باي ان نو هاوز اي لسن كيرفولي سو اس تو اي اندرسان وات يو سي قاعدة الولاد واش تقول انه ان اردتو تو او سو اس تو تتحط في وسط الجملة بالفهم كيف حبل فهم يعني نشوف وين هي الحاجة اللي درتها ونبيربوس منها ونحط اوكي يعني هم اكفي يحطركم يحطركم جملة ما فيهاش ان اردر ساعات يحطركم هادي اللولا متى يحطركم learn english i will do my best وانت تفهميها وين اللولا وين التاني وتربطيها ان اردتو تكتبي i will do my best in order to learn english ما تعني يكتبوك lose weight ويكتبوك i practice sport ويقولك ربطيها بالحاجة اللي موالية انت تقولي i practice sport in order to lose weight وتقدري تبدأ بها تقولي in order to lose weight i practice sport يعني كي تبدأو بها لولا تبدأو in order to اوكي to have a good marks i study هنا ياتو ما تقدرش تبدأو بها تعبير راكي كي يجي تقي لذلك to تحطف الوسط يعطي يعطيكم زوج جمال متفككين وانتو ما تردوهم بتو يعني درس سهل جدا ما فيش تاقي اوكي i am improving my english so as do i can travel around the world انا احسن من انجليزيتي لكي اسافر عبر العالم i will travel to england in order to improve my english سأسافر لعنجل ترى لكي ادرس الانجليزية اوكي i will drop a map for four years a 15 year اوكي in order to find the house we left the home early so as we don't be late for school اذا ان الولاد الجملة تكون الفهم يعني هي تعطيها لكم مخلطة وانتو ما تجبعوها in order to ولا so as to ولا to لازم تعرفوا الحاجة اللي درتوها وشو الهدف منها يعني الهدف يكون هو التاني اهنا الجملة التانية تيجي الهدف اوكي اذا حطيتوا in order to so as to في الوسط اذا حطيتوا في الوسط جيبوا الهدف هو اللول it's so easy just read carefully the sentence and try to match the two sentence with the appropriate word and the appropriate way اوكي عنا الوث من الخلف اللي هو page 19 انكم هذيك اللوحدة اللي ربطناها رح نديرو بها فقرة وشي هو تجدو تعربت في page 19 نحن نحن نحولها الفقرة for creating an email account in order to create an email account يعني هنا تقولي لك هدا كيفا نديرو email account كيفا نخدم email account هذي الهدف غلطنا كي كنا نديرو فيها in order to create an email account first you need to switch on the computer okay next you need to go to the address section you need you need to go to an author to choose a site okay if you want to create an email account you must click on the email option in the menu after that click in the sign up icon in order to open a page for personal information okay finally if you want to send a message you need to go to add the message icon to write an email هذا كالجدو اللي درنا هل تحولناه بخطوات كيفا نديرو الديمال شوفوا الولاد استعملنا هدا هدا راح درس مقرر عليكم دكن شوحولكم استعملنا وينك يا هفتو اوكي انيوي لسو سي هفتو هي شز it is here somewhere انيوي سعملنا هادو باش نديرو واش email يعني طرق عمل accounts يعني الجدول هداك رجعناه فقرة next next lesson هي هفتو need to ومس هادو وشي يكسبريملو هادو موضو الوربز موضو الوربز هلولاد قلتكم دكن هال موضو يعني الموضو الورب يعني يحتاج الورب خلاص وراح باهتفهم المعنى تاعه كنقول I have to ونسكت ما تجيش بينه هفتو الورد in general it's obligation مص هي obligation ونيد to الحاجة لفعل الشي ولكن نستعملوهم بنعطيه instruction للعباد الحواج اللي لازم يديروهم الناس يعني كين نعتلم كفاه يديرو email كين نعتلم كيف يبعتو مثلا email كيف يشعلو computer كيف يستعملو حاجة نستعملهم you have to وش لازم يدير وش لازم يدير إذا هادو نستعملو الورد باهن قولو الانسان واش لازم تدير في حاجة ما ولا إذا حاجة راه obligato وغ عليه I must create an email to mail يجب لازم باهن mail يعني باهن نبعد لك email وش لازم ندير لازم نبعد لازم ندير لازم نكري email يعني لازم ندير email ok to serve the internet you need to have a browser لكي باش نبحر في الانترنت ش لازم يكون عندي browser يعني كما opra و chrome to chat in messenger you have to create a facebook account باهن ش في الواحد لازم تدير facebook account يعني you have to يجب you need to تحتاج you must يجب المهم هدو حريج لازم تدير هم باتصار لك حاجة خلف لفرما تفوار ما لدي القاعدة تقول subject plus have to subject plus need to subject plus must to plus stem stem هو without stem أفو is to مثلا plus there نحيون تو هدك ودخل personal اللي هنا plus have to plus verb يعني مكانش conjugated هذتان تعتمد على فهم الجملة على فهم الجملة negative form نقول I don't have to open the door she must not go there يعني prohibition هناك يتقول must not الممنوع must not يعني prohibition يعني ممنوع في الشي don't need to يعني لا تحتاج أن تفعل الشي you need to تحتاج إلى فعل تم نقول أنا مريضات تقول you need to see doctor تحتاج إلى انتر الطبيب اذا كانت هذه أهم الدروس ساعة الأسبوع رح نحط لكم حل تمانين كما ما نفهم في آخر الفيديو لا تنسوا دعم القناة ومشاهدتنا شكرا ولا تنسوا متابعتنا على صفحة الفيسبوك الكوطر الإنجليزية أسهل ترجمة نانسي قنقر